بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبنائك في الطلبة والطالبات السلام عليكم حنكمل مع بعض في وحدة الإحصاء للصف السابع مقيس التشتت خلصنا مقيس النزعة المركزية المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال وحنبلش إن شاء الله اليوم مقيس التشتت عندي هاي المقيس بتقيس بعد القراءات أو العلامات عن بعضها يعني مثلا لو كان في عندي مقيس تشتت كبيري عالي الرقم كبير لعلامات طالبات الصف السابع في اختبار رياضة بفهم إنه البنات كان فيه بنات كتير شاطرين وبنات كتير ضعاف فبتكون العلامات بعيدة كتير عن بعضها ولو كانت مقيس التشتت لعلامات الصف السابع في اختبار رياضية مقيس التشتت قليل بفهم إنه البنات مستوهم كتير قريب من بعض علاماتهم كتير قريبة من بعض هذا مفهوم وهذا فائدة مقيس التشتت عندي ثلاث أنواع من مقيس التشتت الانحراف المعياري التباين المدى هناخدهم كلهم في درس اليوم نبلش مع بعض بسم الله مقيس التشتت هنبلش بأسهل مقياس من مقيس التشتت وهو المدى المدى قانونه هو أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة بكل سهولة بجيب أكبر قيمة في القراءات أو الأرقام الموجودة عندي وبطرح منها أصغر قيمة بيعطيني مقياس التشتت أنا ححللك سؤال وحشرح لك ليش بحثوا عن غيره ليش ما استخدمنا مقياس التشتت المدى الوحيد وما استخدمنا غيره لأنه هو مقياس ضعيف هو سيء أنا ححللك مسألة وحقولك وحنشرح ليش المدى مقياس تشتت ضعيف هستخدم التدريب الأول صفحة 142 طالب منك أوجد المدى أو جد المدى لهذه العلامات أو القراءات التدريب بحكيلي إذا كانت علامات عشر طلاب في أحد المباحث كما في الشكل المجاور عاملكه على شكل أعمد بيانية أو جد المدى المدى أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة أكبر قيمة عندي العمود الطويل هذا واصل لعند 18 وأصغر قيمة هي أقصر عمود عندي اللي هي هذا واصل لعند 1 إذن المدى هيكون 18 ناقص 1 17 بحكيلي إحذف أصغر قيمة وأكبر قيمة وأحسب المدى من جديد وقارن هي بالمدى قبل الحذف خلينا نشيل هذا العمود ونشيل العمود القصير وخلينا أشوف المدى شو هيطلع معي هيصير أطول عمود عندي بعد الحذف اللي هو هذا العشرة وأصغر العمود عندي اللي هو رقم 3 حطرح 10 ناقص 3 هيصير المدى بعد الحذف 7 لاحظ معاي الفرق الشاسع ما بين المدى الأول بحكيلي 17 المدى كبير معناته لو كانت عندي علامات الطلاب من 20 المدى كتير كبير في تشتت واضح في العلامات بالحقيقة ما في تشتت واضح علامات الطلاب هذا الصف جدا جدا متقاربة بس في عندي علامة كتير عالية علامة كتير منخفضة وجود علامة عالية أو علامة منخفضة في المدى يعطيني أنه في تشتت واضح بالعلامات وهم بالحقيقة ما في تشتت لذلك علماء الرياضيات دوروا على مقياس تشتت آخر غير المدى سندرس مقياس التشطط الآخر لدي مقياسي تشطط آخرين وهما الانحراف المعياري بقيس بعد البيانات عن وسطها الحسابي وقانونه الجدر التربيعي لمجموع القيم ناقص الفرق بين القيمة والوسط الحسابي مربعة وحقولكم عليش من ربع على نون ناقص واحد على عدد البيانات ناقص واحد وعندي التباين مجموع القيم ناقص الوسط الحسابي مربع وبرضه من ربع على نون ناقص واحد عشان اشرح الانحراف المعياري والتباين طريقة ايجاده تابعوني بالفيديو التالي